قرابة عشرة أيام هي فترة اعتقال أديبا متيرف فترة ليست بالطويلة بالنسبة للحسابات لكنها طويلة بالنسبة له لما لاقاه من تعذيب حتى الموت مات أديب تحت وطأة تعذيب جلديه في سجن الربوى بالمكلة التابع لوزارة الداخلية والذي تشرف عليه قوات أمنية مدعومة إماراتيا قبل نحو عشرة أيام من وفاته استدعي أديب للتحقيق بلا تهم ولا سوابه أخفي ومنع أهله من زيارته ومن معرفة مصيره فلم يكن بيدهم حيلة سوى مواصلة البحث عنه دون جدوى حتى أتاهم الخبر الصادم بموته وفي محاولة للمسؤولين على السجن للتهرب والإفلات من الضغط الشعبي المطالب بالكشف عن قتلته زعمت السلطات بأنه انتحر فيما تقول مصادر في البحث الجنائي أن أديب قتل تحت التعذيب السلطات التي تروج قصة انتحاره حينا تذهب لممارسة الضغوط على أهله حينا آخر إذ نشرت وثيقة عن انتحاره فيما تشير وثيقة أخرى إلى مطالبة سورته بالكشف عن المتورطين في قتله وتقديمهم للعدالة ليس سجن الربوة بالمكلة هو المكان الوحيد الذي يتم فيه تعذيب المعتقلين في المناطق المحررة فمعتقل بئر أحمد في عدن يخفي بين جدرانه قصصا كثيرة بالإضافة إلى الكثير من المعتقلات والسجون السرية هذه المعتقلات وبالرغم من التنديد المستمر للمنظمات الحقوقية والدولية والمطالبات بإغلاقها أصبحت تتزايد يوما بعد آخر في ظل صمت واضح للحكومة الشرعية أذيب ليس وحده من تعرض للتعذيب فهو واحد من مئات المعتقلين مجهولي المصير في زنازين السجون ودهالزها المظلمة والذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب حسب تقارير حقوقية محلية ولولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر